أهلا بكم من جديد يضاعف التصعيد العسكري في شمال سوريا العراقيلة أمام جولة المفاوضات المقبلة المزمع عقدها في موعدها الجديد في الثالث عشر من الشهر الحالي في جنب رغم أن المعارضة السورية تفصل العمليات العسكرية عن مباحثات الحل السياسي وتراها محصورة في سياق الرد على خرقات النظام تقرير زميلة مونة عواد يحمل المزيد يلف مزيد من الغموض مصير محادثات جنيف المقرر انطلاقها في الثالث عشر من الشهر الجاري بين وفدي النظام السوري والمعارضة وسط تصاعد الأعمال العسكرية في أكثر من جبهة ووسط الخشية من انهيار الهدنة الهشة القائمة بين الطرفين منذ السابع والعشرين من فبراير شباط الماضي ستيفان ديمستورا المبعوث الخاص للأمم المتحدة قال إنه استغل اجتماعه إلى وليد المعلم وزير خارجية النظام السوري لحث النظام على دعم اتفاق وقف اطلاق النار الهش في سوريا والسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية كما أبلغ النظام السوري ستيفان ديمستورا خلال زيارته سوريا أنه مستعد لمحادثات سلام بلا شروط تبدأ في الخامس عشر من ابريل نيسان الجاري أما الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية فقد حذرت من أن يكون اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا على وشك الانهيار وذلك قبل أيام من استئناف مفاوضات السلام في جينيف مشيرة إلى أن استئناف النظام استخدام البراميل المتفجرة كما قالت أبتدت إخفاق المهمة الأمريكية الروسية لمراقبة وقف إطلاق النار وما يشير إلى هشاشة هذه الهدنة ما نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير ذكرت فيه أن طائرات النظام ألقت 241 برميلا متفجرا في مارس الماضي سقط أكثرها في محافظتي حلب وريف دمشق ثم إدلب كل هذه التصريحات تؤكد مداها شاشة الهدنة في سوريا وعلى الرغم من ذلك خرج سكان المدن السورية ولأول مرة منذ عدة أشهر للتسوق في أمان معربين عن أمالهم في استمرار وقف إطلاق النار بينما شكك آخرون في إمكان الصمود الهدنة معي من أسطنبول عضو الإتلاف السوري يحيى مكتبي مساء الخير أهلا بك معنا سيد يحيى حقيقة اليوم أنه اتفاق وقف إطلاق النار هش وحقيقة أنه مصير المفاوضات المقبلة في جنيف وكأنه مجهول والأغلبية غير متفائلة ماذا تقول لنا عن المرحلة المقبلة؟ بداية مساء الخير لك والمشاهدين العزاء نعم هي سياسة ممنهجة اتبعها نظام الإجرام في دمشق منذ أعلان عن الهدنة فلم ينضي إلا ساعة واحدة وبدأت الخروقات لأن النظام يريد حقيقة أن يكسر إرادة الشعب السوري ويحاول أن ينهي الثورة وقد بقت كل محاولاته بالفشل طوال الخمس سنوات الفائتة وما يزال يعبر الشعب السوري عن إرادته في نيل حرية وكرامته عن طريق المظاهرات التي انطلقت مع بداية الهدنة بالتأكيد حينما تلوح بوادر لدفع العملية السياسية قدما نحو الأمام يبادر نظام الإجرام في دمشق وحلفائه لرفع وطيرة التصعيد العسكري الإجرامي الذي يضرب المدنيين في سوريا ويقوم باعتداءات على الجيش الحر والكتائب المسلحة بعيدا عن داعش يعني كل المناطق الشرقية التي يتواجد فيها تنظيم داعش الإرهابي نجد أنها في مأمن بينما التركيز يتم على ريف حلب على ريف دمشق على مناطق في درعة وريف حما كل هذه المناطق هي تحت سيطرة الجيش الحر والكتائب المسلحة نعم يعني لا يمكن أن يدعي النظام بأنه يقاتل إرهاب حقيقة هذه الذريعة التي سمعناها منذ الأيام الأولى للثورة أنه يقاتل العصابات الإرهابية المسلحة وقد وضع كل الشعب السوري في هذه الخانة بالنسبة للمفاوضات بالنسبة للمفاوضات حقيقة الأمر أن إنجاح المفاوضات وهو العنوان الأكبر لهذه المفاوضات وبداية انتقال سياسي حقيقي وذو مصداقية لتشكيل نظام سياسي جديد في سوريا بعيدا عن الاستبداد والديكتاتورية والتطرف والإرهاب هذا التصعيد في الخروقات لا يساعد على إنجاح المفاوضات لذلك نحن لدينا شكوك وشكوك حقيقية حول نجاح المفاوضات وهذا ما لا نريده نحن نريد حقيقة أن نصل في هذه المفاوضات إلى وقف شلال الدم السوري وإلى انطلاق جديد لسوريا تبنى بكل أبناء الشعب السوري هذا ما تسعون إليه ولكن ما الذي سيحدث ما المتوقع سيد يحية يعني اليوم هل يصلكم أي تسريبات عندما ديمستورا يطالب النظام السوري باحترام الهدنة والتقى وزير الخارجية المعلم وبحث أيضا معه اتفاق وقف العمليات القتالية الهش بسوريا واللي واضح وفق التقارير وكل الأخبار أنه الخروقات التي قام بها النظام في المقابل حكومة الأسد اليوم قالت أنها موافقة على المفاوضات من دون أي شروط رغم أنه تصرفات على الأرض يراها كثيرون مغايرة ومعاكسة لما تصرح به الحكومة السورية إذن ما المتوقع في هذه المفاوضات؟ المتوقع حقيقة وهو ما يسعى إليه السيد ديمستورا وهو محل ترحيب من قبلنا أنه يضغط من خلال أصدقائنا وأشقائنا على الطرف النظام من أجل المحافظة على الهدنة ودفع المفاوضات باتجاه صحيح وباتجاه خطوات عملية تنفيذية المشكلة ليست في التصاريح والدعاء أننا ذاهبون إلى المفاوضات دون شروط مسبقة كما يدعي النظام المعضلة الحقيقية هي ما يجري على طاولة البحث فحينما يعرق النظام الأساد ويضع العصي في العجلات تجاه تحريك المفاوضات بشكل حقيقي هنا تكمل المشكلة لذلك نحن نتوقع أن يكون هناك ضغط من قبل أصدقائنا وخاصة في الاتحاد الأوروبي الذي يدفع اليوم سمن مهم في ما يجري في سوريا سواء على مستوى ملف اللاجئين أو على مستوى العمليات الإرهابية التي جرت سواء في باريس أو بروكسل أو حتى ما يجري في أنقرة وأماكن أخرى لذلك لم يعد العالم أعتقد أن يتحمل تكلفة المشهد في سوريا ولابد من إيجاد حل الحقيقي جديد للقضية السورية وهذا الذي من ضمن الأمور التي أدت إلى هذا الضغط الذي يقوم به العالم اليوم على النظام السوري المعارضة السورية تؤكد وتفصل عملية العسكرية بأنها فقط ترد على الخروقات وأمس فيما يتعلق بمقاله النظام عن تحرير حلب وزارة الدفاع الروسية اليوم نفت هذا الموضوع هل هذا من ضمن الخطط الدولية التي نراها اليوم للضغط على نظام الأسد لا على العكس تماما الحقيقة يتباين موضوع الضغط هناك للأسف إشكال حقيقي في الموقف الأمريكي لو كان هناك ضغط في المستوى المطلوب من الجانب الأمريكي لما تجرأ النظام على إحداث هذا الكم من الخروقات نعم النظام يريد تغيير وقايا على الأرض من أجل مكاسب سياسية يطرحها على طاولة المفاوضات وكما تفضلت الحقيقة أن كتائب الجيش الحر والفصائل المسلحة هي ترد على عدوان نظام الأسد وحلفائه كان هناك لفترة طويلة حالة انضباط ملفت للنظر من قبل كتائب الجيش الحر والفصائل المسلحة ولم يكن هناك من ردود رغم عمليات الخروقات التي كانت أقل وثيرتها مما يجري في هذه الأيام لكن لا يمكن احتمال هذا الأمر حتى لا نهاية كان يجب أن يكون هناك عبارة عن ردود وردود في الوقت والمكان المناسب وهذا ما جرى حقيقة وأفشلت مجموعة من الاقتحامات والحشود التي أرادها النظام سواء في ريف حلب أو في ريف دمشق أو حتى في ريف درعة ولم يستطع تقدم أو إحراز تقدمات معتبرة في هذا المجر أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا من أسطنبول عضو الإتلاف السوري يحيى مكتب شكرا جزيلا لك